اشتركوا في القناة 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 الابتدائي اشتركوا في القناة 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 وش هي الام هي التبديل الاتجاه تبديل اتجاه دوارة رقصوا معي مليح وش يقول لك يقول لك ام اذا عطيت لها لو اذا عطيت لها الصفر منطقي شوف الاتجاه شوف المرحلة ابتدائية صفر وش يكون المخرج له الصفر ثاني واحد ثالث صفر رابع واحد الوضعية واحد وش يولي تولي كي واحد تسيبه واحد كي ثنية صفر كي ثلاثة صفر وكي رابعها واحد وتبدأ تبدل صح ولا لا لا بصح النهر الام المدلها اش وش يصر جماعة الام المدلها اش قيمة الابتدائية تبقادمة نفسها شوفوا القيمة الثانية اسكو كيف كيف ولا لا لا شوفوا لولا اش ال ال اش ثانية وش هي ال اش اش ال عكس انتاحة اذا وش وظيفة الام مجمع وظيفتها عكس الاتجاه الدوارة اذا عطيت لها صفر تمشي في الاتجاه الاول مثلا اني يصار اذا ما ديت له واحد يشوف الاتجاه نحو اليمي فضل وش يجب تسأليني سؤال سيد الهنا الا الواحد وثنين وثلاثة وش رفو بهم واحد صيفة يا جماعة صيفة اش أنتح حالة ابتدائية تع الشحن واحد مع انتها الحالة الثانية وثنين حالة ثالثة وتلاثة حالة ثلاثة و بعدها السيركو يدي ترجع الحالة ابتدائية زائر مع انت هذه الدارة التي تفيد مني وضعي الموتوباء الباط верх عربا خطوات مع انتها موتوباء الباطا ذا قدع عنده خطوة جماعة اه ربا ايه ربا ايه ايه دقو نشوفوا الاسئية دقونا فهمécole ما زاد ما تكملت إذا مجمع ام إذا يسوي يسوي الصيفر ام يسوي الصيفر يدور في اتجاه الأول إذا ام اعطت له اش متروشيح يصاله يعكس الاتجاه دورتها تفاهم علي هذه كمل من بعدها بعدها جماعة شو معايا وعطانا جدول ثاني وشي وعطانا وشي وظيفتها ال ايرو الام والاوسي كما ما اعطيتها لكم الار هي رسات وضعية في حالة ابتدائية معناتها نشحنه للاس ا ا ا ا الف وسبعة وشين بالقيمة الابتدائية الام هو نمط اتجاه الدورة والسئلة هي ما تخلى اشعة ساعة هيا نجاوب على السؤال سؤال ماذا قال لكم قال لكم استخرج حالة المخارج كي واحد كي ثنين كي ثناثة كي ربعا بان نخرج هذا المخارج وش لازم لي لازم لي نعرف اسكو المشحون ولا مش مشحون وثاني حاجة وش لازمي نعرف نمط نعرف الاتجاه دورة اسكو اتجاه الاول ولا اتجاه ثاني خي اكذا اجمع شو انا اشدت شوفوا الاطار اللي يصمت لكم شوفوا الان اراكم شوفوا الان الان باش مربوطة ركزوا ملايه عباش مربوطة بي سي سي معناتها وش ندي جزء لوول وجزء الثاني هذا الثاني ايوة اذا ندي جزء الثاني وهذا الجزء بحيطوكم 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 شخلاص معناتها هتكون عندو هذو الوضعيات صحيح سهل هذي ويكمل من بعد هاد نرجع السؤال سؤال مش قلت قال لك خرج لي كي واحد وكي ثنين وكي ثلاث وكي ربعة في وضعياتي وضعيات الأولوشية عندها تطبيق التغذية انيت يسوي واحد هاي منشحنو انيت بواحد وشوفوش يا سراح نشحن انيت يسوي واحد هاي لكن شوفو الانيت خرج عندكم شوفو الانيت جماعة الانيت كلمت لها واحد وهاذي البوابوش هي بوابا خي نار وشمعتها بوابا نار حاجة او حاجة نفي انتعها جمع من صف جماعة واحد واحد او اي عدد واحد او صفر والله واحد او واحد وش يسوي واحد واحد ونفي انتعه وشي وانلي هاي بوابط نار صحي مقحل هذا وش هي سيكون بمعنى وعطيت له سيهر سيكون محصر إذاً هذا الطيار اللي يأتي من VCC سكو يروح الـ GND ولا يروح الـ Air الـ Air ايوه يروح الـ Air صحيتو إذا الـ Air هنا يمشي ولا لا يمشيش الـ Air يمشي وش يدير الـ Air وش يدير أجمع الـ Air يمشى وش ضيفته الـ Air يشحن الـ SAA 1027 بالقيمة الابتدائية وهي قيمة اللي ننظرها السيهر ما هذا السيهر؟ السيهر هذه هي قيمة الابتدائية إذا ما شهر؟ وش يعلونها؟ وش يمد لها السيهر؟ واحد وش يمد لها؟ واحد في حالة الابتدائية السيهر كي واحد كي ثنين كي ثلاثة كي ربعة وش يساوي؟ يساوي السيهر الـ Air يعني سيهر واحد سيهر واحد ما فهم سؤال الأول؟ كي يقول لك لا تطبيق إني تاع الشحن الحالة الابتدائية دي ما نشوف الوضع يا صفحة متفاهمين؟ أجمع الـ إنيت هنا وظيفتها الشحن بالقيمة الابتدائية مش يمسها ساعة 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 ونكي نعود نزل منها نغلط فيها دي مارك زوليها وظيفتها الشحن بالقيمة الابتدائية مش يمس لو كان نعطى لك مسح يقول لك زيرو 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 وعلى باكم بالـ SAA ساعة 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 وش كي قلبت دي وقلبت دي وش لازمها قيمة شحن تفارعية قيمة شحن تفارعية تهمين؟ روحوا سؤالي بعدها بعد وش قال لك؟ قال لك ثم بعد تطبيق النبضة ثانية هذه واحد نبضة واحد نبضة ثنين وذي نبضة ثلاثة إذا وش سيلكسيوني؟ سيلكسيوني هذه ساعة ولا لا 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 خلال النبضة الثانية كي واحد وش يسيوي جمع لا 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 صيفة ما معناتها الشحن شحن بالقيمة الابتدائية يقوم بها ثم بعدها نبضة واحد نبضة ثلاثة وش يقوم بها نبضة الرابعة وش دير تعود تراجعوا للحالة الابتدائية أله خي علامكم سيجلكسيوني تحييتمشي معنا ما متمشي من القلب لقلب آخر القلب يرجح يتقلب له صحيت واش كان النبضة الثانية؟ هذه واحد نبضة الاولى هذه النبضة الثانية فالنبضة الثانية كي واحد وش يساوي؟ واحد كي ثنين وش يساوي؟ صيفر كي ثلاث وش يساوي؟ اش واحد وكي ربعة وش يساوي؟ صيفر إذا المعادلة توفيقات تاحا وشي توفيقات تاحا كي واحد كي اثنين كي تذكي اربعة بالترتيب تساوي واحد صفر واحد صفر هذا بالنسبة للسؤال تعوش دارة من دامجة اس آآت الفو سبعة وشين مع انت باجي تدرسها جماعة اول حاجة على وش تركز على وثائق صانع وثائق صانع تسهل لك كل شيء كل شيء في يدك صحيح وي تفضل استاد وي كيفا قلت ان اثنين هي المرحلة اي النبضة's ثانية هو因为 هطلنا اثنيني النابي صيني حيا خوف صيفوا معينت الصيفة صيفر حالة ابتدائية معا نتها يوشحن دارة المندمجة هذي تشحن بالقيمة ابتدائية قيمة ابتدائي وهي صيفر واحد صيفر وح صححي واحد وشيقصد بها نبضة لوله ثنين نبضة ثانية نبضة وثلاثة نبضة ثالثة نبضة رابعة كدي هاذيا فوسط ثافة نبضة ket Ikdaj. تعود ترجع الحالة الابتدائية. ديما تعود ترجع الحالة الابتدائية. على هذه ما سمها لك شربعة. سمها لك صفة. معنتها المعلومات ترجع الحالة الابتدائية. وكأنه يصلها تنشط. بتعود تشحن بقيمة الابتدائية. تفهمين? معنتها ديما نشكرهم بقيمة الابتدائية. كيف عدد التنازل يخيط تشحنهم مثلاً بتلاثة. وش يقول لا. شنوب تلاثة ونيروح ثنين واحد صفة كي عاصل صفة يعود لازم لازم تعود نشاط نشاط الانيس بسي ترشده برقمه ثلاثة ويقع دوارا هذا بيسدل سؤال نسبة لسؤال 13 باكالو 2019 موضوع الاول نحسب واحد ثنين ثلاثة اربعة خمسة ما كارس رحوا سؤال اللي بعدوا سؤال بعثوا لي زميلكم في في سمو في مجموعة مسنجر سؤال 15 باكالو 2019 موضوع الاول معكم تشوفوا السؤال هذا سؤال خمسة شو قال لك عين الهيكل المادي الذي يوجد سدواش وظيفة ترابط المنسجين بين تكنولوجيا الكهربائي والهوائي خير رافعة جمع كنا رافعة تمشي بالهواء راكم عايا وعندي طاقة كهربائية تحكموا فيها لازم لي وسيط والله المكيف المكيف هذا وستماع لكم سماع لكم ترابط المنسجين بين التكنولوجيا الكهربائي والهوائي في هذه الدارة واشيقل لكم قلتك وش هو العنص المادية جمع تي واحد هذي اللي مرايحة تي واحدها رافعة وهذا الموصفات باش يمشي يمشي بالتري سيتي هذا وش هو الواسط هذا الواسط شو نسميه لي يربط ما بين رافعة ومبين الموصفات وش هو غس سميه هذا الواسط الموزع إذن، ما الذي يربط ما بين تكنولوجيا الهوائية و تكنولوجيا كهربائية ديما؟ الذي هو الموزع، صحيح؟ ستكينغالبو موزع بركة موزع، وهو تسيتي الوسط مبيناتهم المكيف و مبيناتهم هو الموزع موزع وحيد هيا، هذه النسبة رافعة، هي سموها عادة سموها المكيفة تربط ما بين حاجة أو حاجة، ما بين كهرباء و ما بين هوا سموها المكيفة، صحيح؟ إذن إجابة هناك في أنقوله، الهيكل المادي الذي يجسد وظيف الترابط الموسجي بين التكنولوجيا كهربائية والهوائي هو الموزع وش هي نوع الموزع هذا؟ جاوبوا الموزع هذا وش هي نوع ثلاثة نتوي على غرفتين معينتها ثلاثة بعدها وش نديروا؟ نروحوا نشوفوا غرفة من غرفتين هذو هذه الغرفة قد فيها نقطة، شوفوا واحدة ثلاثة، وش معنته؟ معنة موزع ثلاثة، ثلاثة جماعة ثلاثة، مش يا ربعاني غالط هنا موزع ثلاثة، ثلاثة صحيح؟ وديجا الإجابة هي موجودة موزع ثلاثة، وش هو نوع الموزع هذا؟ أحد يستقرر أو أثناء استقرر؟ وحد يستقرر، بس كينا تغذية على الجهة وجهة الثانية، وش كينا نابض يرجع معنة أحد يستقرر، وش هو نوع التحكم كهربائي، والله هوائي، ولا كهروهوائي؟ كهروهوائي كهروهوائي، يعني وش عبر معنة يسموه كهربائي، ولا يسموه كهروه ميغناطيسي كهروه ميغناطيسي، وكينا نقوله هوائي، نحن نقوم بمثلث، مستطيل في مثلث، صحيح، هذا بنسبة لماذا؟ بالنسبة لسؤال، تعزميكم سؤال 15، كينا أسئلها لا أنا مكانش واحد، الثنين، الهيكل المادية، قلت أنك هناك رافعات، بالنسبة للموازعات، بالنسبة للرافعات، هيا، التنوع الأخرى، وش أني؟ هي المادي، السؤال هنا يتبدل كل مرة، وش يقول لك، مثلا يقول لك عداد، وش هو الهيكل مادية على العداد، باش خدمنا العداد؟ إذا كانوا بقلبة، قلوا مخدوم بقلبات شيكا، إذا أعطى لك 74 لس تسعين، وش هو الهيكل مادية على العداد؟ هيا، كما هذي المؤجلة، وش هو الهيكل مادية على المؤجلة؟ هذه المؤجلة، وش هو الهيكل مادية على العداد؟ ماذا أقول لك؟ مقلبة جيكا، وبوبا أنت، وبوبا أنت، طيب، مفهومة؟ نعم، روحوا لبعدها، اللي بعدها زمي لكم سأني سؤال، سؤال وش هو؟ قال يا أستاذ، لقيت مشكل في سؤال 16 باكالوية 2019 موضوع لوا، أيها، سؤال هذا بسيط على العموم، سؤال 16 قال لك، قال لكم، قل على ورقة إجابتك، ثم أكمل ملء إعدادات سجل، هذا السجل يسمى فايل أبشن، فايل أبشن، اللي هو أبشن، صحيح، هذا الفايل هذا موجود، موجود في ذاكرة رام، في ذاكرة رام، هذا السجل يسمى بيت جماعة في ثم الأبيض، جماعة ركزوا معي، نهارتكم أسئلة على السجلات، تعرام، اللي فيه ثم أبيض، وقلت أنت أميرام، ما تقلم مطلوب، ديما كي يعطيك هذا السجل يوش يمد لك يمد لك وثائق الصانع، ويولي هذا السؤال مباشر، يولي وش دين تنقل معلومة من وثائق صانع، تنقل هلوش؟ تزود حط، تزود حط كما قال لكم زميقون، بنجاوب على هذا السؤال، شو معي الصبر، إذا نفذي الحالة، وش عطانا، وش عطانا سؤال، وش قلنا؟ نريد في السؤال، نريد تغيير دارة مؤجلة سابقة بدارة أخرى منجزة بالميكرو مراقب، كانت عندي مؤجلة باستخدام العداد، أحب نقلبها بوش؟ بالميكرو مراقب، حيث قال لك وش نستعمل؟ نستعمل مذبذة بساعة خارجي، قال لك حاب نمد لها إساعات ساعة خارجية نغذيوها، وهذه الساعة الخارجية، يجمع للساعة لاباكم، يجبها الصعيدة، يجبها نازل، هذه الساعة الخارجية ناشطة على وش؟ تحادله، وقاسم التواطف التاحثة تسوية ١٨١٦ أصلا، فقط من بعد ما قال لك غيم هذا السجل، وش追ه السجل؟ كان لكم نكمل وعطا بتكم هذا السجل واشيقا بيت السفر وشفيه في الزر وبيت واحد بي اس واحد وبيت ثاني بي اس دنين بيت الثالث سابقا بيت الثالث بي اس آب بتاربعة تي زيرو اس أو وبيت الخامس تي زيرو سي اس وبيت السجر سبت سابع بلائينين بعدها قا لكم أملوهم لي هينبدو نملاواتم اول حاجة باش حنبداو نحن بداو بالبيت بي اس صيفر وبي اس واحد بي اس ثنين هادو منجب قيمتهم أعطال لك الجدول هذا كنتوفوا الجدول هذا واشيقا بيضا إذا كان القاسم توثو على الثنين باش تشحنوا ماذا سيفاء سيفاء إذا كان قاسم توثو على الربعة باش تشحنهم هذي باش تشحنها بزيرو هذي في واحد هذه زيرو وهذي زيرو أنا وش مدلي هنا يا شوف معين منيح أنا وش مدلي قاسم تارد بتنتهي مدلي مئة وثمينة وعشرين إذا نروح لوثيقة الصانع إذا في وثيقة الصانع وش لازمني بي اس فرا باس باش نشحنها زيارو. عنا كتبت زيارو. شتو؟ بس واحد باش نشحنها. بس واحد. بالواحد صحيح. وبيس اثني باش نشحنها بالواحد. حانا كمانا ابيه ثلاثة. وسؤال بسيط بسيط ما تخيلوش. ابسط مناكلة تعد بسبوسة. شوفوا معي جمع. رحوا لي بعدها البيت اللي بعدو تي زيرو اسو. وش قال لك؟ قالك تي زيرو اسو. وش وظيفة اختيار نوع الجبهة. اذا كان جبهة نازلة باش نشحنها بزيرو. اذا كان جبهة صعيدة باش نشحنها بالواحد. انا في السؤال وش قال لي جبهة صعيدة اذا باش نشحنها بالواحد. اذا بيت الرابع باش نشحنها بالواحد. روحوا البيت الخامس اللي وها تايمر زيرو اس. روحوا تي زيرو سي اس وش قال لك وش وظيفة تي زيرو سي اس وش وظيفة قال لك اختير نوع الساعة هل هي ساعة داخلية ام ساعة خارجية في السؤال وش قال لي وش هنستعملوا داخلية ولا خارجية في السؤال. خارجية. قال لي خارجي هاني لو انت هلكم بلول الاصفر. بما انه خارجية باش نشحنها. ولك اذا كانت داخلية اشحنها بزيرو. اذا كان خارجية نشحنها بالواحد باش نشحنه. نشحنه بالواحد. هذه السئلة تعلميك المراقب بتاع السجل ذات بسيطة بسيطة للغاية. ما فيها حتى اشكالية. وش لازم تركز اجمعه. لازم تشوف السجل تفهموا. شوفوا الابيت تاعه كما هادو. ثمانية. اشتام. والبيت اللي نبدأ نحسب بيدي ما نسمو بيت الصيفة راج معه. ما نبدأش بالواحد. دي ما نبدأ بالصيفة. تفاهمنا عليها. بعد ما تشوف السجل. شوفوا الوثائق الصانع. وشوف السؤال تاعك لون كما شتوكه لونتها. شتوكه لونتها. شتوكه لونتها. ساعة خارجية لونتها. وجبها صعيدة لونتها. وقاسم تردد لونتوا بساعدوني. هذو كلمات وش يوم كلمات مفتاحية. هاي بنسبة السؤال هذا. كان استفسارات ولا مكاش. واحد. ثنين. ثلاثة. أربعة. خمس. ما كاش. روحوا سؤالي بعد. سؤالي بعد. سؤالي بعد سؤال رقم تعتاش. بقالوا الفين وتعتاش. موضوع الأول سألوا لي زميلكم. هذا السؤال وش هو المحتوى تعو قال لي أستاذ. سؤال تعتاش. ألف أذكر كيف تقرن لفات المحركة. وبعدها شكالك أرسم دارة الاستطاعة محركة. نبدأ فيها. هاي نبدأ وجمعها بأول سؤال. سؤال وش هو أذكر كيف تقرن لفات المحرك. كي تجيك هذا السؤال يا جماعة. ركزوا معي مليه. ركزوا معي مليه. أول حاجة تديرها. أول حاجة تديرها. وش تدير. روح حوس على الجهد المركب بتاع الشبكة. كمان شبكة الجزائر. شبكة الجزائر. وش هي الجهد بتاعها. ميتين وعشرين. وش هو. جهد البسيط. ميتين وعشرين. جهد البسيط. جهد البسيط يغضوا به وش هو. حمولة. وحادية الطاعة. صحيح. والجهد المركب وش يغضوا به. حمولة وش هي ثلاثية الطاعة. ما عندها يقولك محارك وش هو محارك. حمولة ثلاثة طاعة. إذا ما ش نحتاج؟ نحتاج جهد المركب. دي ما اللون. ورش لون. لو أنت جهد المركب. جهد البسيط دير عليها. صحيح. يعني أول حاجة بقبل ما نعرف الربطة لازم ينجهه في الجهد المركب. من بعد وش ندير. روحوا لوحة المواصفة للمحرك لوحة المواصفة للمحرك يجمع معطيها ليش سؤال. لو كان ميمد لك سلوحة مواصفة المحرك ميمدهك السؤال. حوص في الوثائق صانع. لو كان ميمده لك شو وثائق صانع ونيمده لك في الجدول الاختيار صحيح. محركة شفتوا. إذا في المحرك أم كان ميتين وعشرين وتثمية وثمانين. وش معتها ميتين وعشرين وتثمية وثمانين في المحركات أجمع. ما معناتها. ميتين وعشرين. ما معناتها. ميتين وعشرين وتثمية وثمانين في المحركات مهنداش علاقة. المحرك عنده احتمالين عنده احتمالين قادر يمشي في شبكة جود مركبتها أخرى مثلا كندا جود مركبها بعيدين وعشرين وعشرين جود مركبتها الجهودة اجمعه وش يقول لك أشبه مثل هاتفين وعشرين فورت لك ومئتين وعشرين فولت اربط هذا المحرك ربط متى ثلاثي الجهود الصغير ما ربط الموثلة صحيح اثقو جود المركبة تحت زي اثقو متى وعشر فولت اشمعها. جاوبوني ماشيا ماشي هذا مراكبت اكنادا. وثثمية وثمانين فولت. او موصفات المحرك. شو معنتها. وش يقولوا اذا كان جهد المركب للشبكة ١٨٠ اربط هذا المحرك ربط نجمي. اذا مئتين وعشرين فولت. شمعتها اذا كان مركب للشبكة 122 فورط اربط هو مثلاثياً 680 فورط جهد كبير ما معنى هذا كان جهد مركب للشبكة 680 ربطه نجمياً اذا ما هو نوع ربط هذا المحرك؟ نجمي ايوة بما ان جهد المركب للشبكة يساوي الجهد الاكبر من لوحة المواصفات اذا ربط المحرك هو ربط نجمي اذا ما نكتب هنا؟ ربط هو نجمي لان جهد المركب للشبكة يساوي او يقارب ماشي شاطع يعطيه لك آآ قاعدة الشبكة يدعو لك ربعيميات فولت وربعيميات فولت قربة ثلاثمين وثمانين مانواش قريبة قريبة نقوله يقارب أو يساوي جهد الأكبر من لوحة المواصفات بما أنه جهد المركب يساوي جهد الأكبر من لوحة المواصفات اذا نربطه وشي هو ربط نجمي وشتقول لولا حمر كتابة بلولا حمر هي كلمات مفتاحية هي التي تركز عليها هي التي تدخلها في رأسك صحيح كين تفسير أدق من هذه فربط الموثلات تقولون لأن كل ملف من ملفات الساكن وشي يتحمل يتحمل جهد بسيط مئتين وعشرين صحيح جمع لي حبي يفهمها هذه يروح يرسم الوشاعة على شكل نجمة وبعدها الوشاعة باش يلقها مربوطة مربوطة ما بينفاز ونقطة تلاقي الوشاعة هذوك وشي هما ناتر ما بين معنى الوشاعة باش تغذى بانفاز وناتر باش تغذى مئتين وعشرين بوط بسيط دائمين صحيح أصبرني نحيو السموه أوكي نكملوا كان أسئلة هنا ولا مكانش في الله رب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أوكي اروح السؤالي بعدها سؤالي بعدها جماعة وش قالنا سؤالي بعدها وش قالك أرسم دارت الاستطاع هذا المحرك جماعة كي يطلب منك أرسم دارت الاستطاع هذا المحرك يجب أن تروح الوثائق تصانع شوفوا اسكو المحرك يطلعه مباشر ولا غير مباشر صحيح شوفوا اسكو اتيجاه واحد ولا اتيجاهين قتل عشد قائف ما تغلقه ونزيد ونشوفوا نشوفوا اسكو فيه الكرح ولا مفيش في الكرح متفاهمينه ها نكملوا هنا المحرك نشوفوا ها نحن دارت الاستطاع المحرك أول حاجة وش لازم تكون عندي شبكة ثلاثة فاز افاز دو فاز طروة ونهتر ولا لين آلين دو لين طروة ونهتر خاقدة أي محرك أي محرك وش لازمنا نديروا له أول إضافة وش هي هي قاطع العزي مع المنصهرات هذا القاطع العزي جماعة وش وظيفته وظيفته وفتحوا غلق يدويا ما عنده لازم يدخل إنسان يغلقوه ويفتحوا يدويا صحيح وبما أنه فيه المنصهرات وش وظيفته كذلك حماية من واش من تيارات العالي هذا ش نسميه سميه سكسيونر آفاكا فيزيب من بعد المحرك بعد سكسيونر آفاكا فيزيب دي ما يجي بعده دي ما يجي بعده دي ما يجي تابسينه وش يجي كونتاكتوه صحيح الملامس وش وظيفته الملامس وظيفته وفتحوا غلق آليا عن طريق دارة التحرق وفي ناس الوقت يضمن تغذية ذاتية هذا كونتاكتور يا جماعة نسميه وحدي نسميه وحدي نسميه وحدي سميه كآم واحد وكآم ثانين وش نسميه لازم نروح نشوف وش نسميه اللي هو شوفوا في الجد والاختيار وش نسميه وش نسميه نسميه كآم إذن هذا ش نسميه كآم صحيح وبعد كونتاكتور شي يجي يا جماعة يجيه مراحل حرارة وش وظيفة المراحل حرارة هذا لا يزيدوها جماعة لا باليحمل محارك في الحمولة بONY يحمل محاركة من فارطة في الحمولة هقدر اذا وظيفته المراحل حرارة وحماية المحارك من فارطة الحمولة إذا هذا المراحل للقناةодحارى أسميه من عنده ثاني نسميه أتي ونتسميه أف ونجدى ينروح لازم الروح متمنوا نشوفوا ماذا قال لي المراحل للقناة اسمه اذا هذا مرحل سمي اف اوكي تسميه ارت هذي ونت تلقى يجب في جدو الاختيارات يتلقى في المتملاء اسم المرحلة صحي بعد المرحل حارش يجي يجي المحرك لا تزامني ثلاثي الطوار صحي هذي الدارة شنسميه هجمع هذه دارة استطاع المحرك يدور في اتجاه واحد كنت أرسم لي دارة استطاعات دي ما أرسم هذه يلولة صحي كي يدور في اتجاه واحد اقلاع مباشر من بعد ممكن تركز وشي قينا هذي المحرك وشي قينا محرك يدور في اتجاه واحد وشي هي كبح بغياب الطيار اذا هذا المحرك شو معناتها معنات حابين كنا قطع له تغذية لازمنا نكبحوه يتوقف هذا المكبح يجي ون يجي هذا المكبح يجي اسفل اسفل الملمسات اسفل ملمسات هذا هو ارمس تعو تقدو ديرو تحت المرح حراري ولا فوق مرح الحراري من المستحسن من مستحسن ديرو ما بالمراح الحراري ولا من المستحسن من مستحسن ديرو تحت المرح الحراري على على في رأيكم على لو كان يسرى فاطف الحمو لا يتفتح المرح الحراري هذا وشي يصالو يكبح الدوار ودوار وشي صالو يتوقف اذا هذي دارة اسطعى شو نسميها دارت اسطعى للي اقلاع مباشر بده كان اتجاه دواران اتجاه دواران واحد محركة دواران واحد مع المكبه اذا هذا العنصر تقنية شو نسميه المكبه صحي هذه هي دارت استطاع لمحركة دواران واحد مع اضافة المكبه في غياب التايا ات rutin مكبه وش دار مكبه اتركز معي ملح قبل بة تقوبة شوف معي في الحالة الابتدائية اذ كو مكبه يوصل للمكبه وليص وليص يكون ضغطة على الضوار. Il nullah, ما هو مكبه دورها يدورها جمعها. لكن يعود نقطع التغذية على المحرك. من المفروض محرك يتقطع له تغذية. محرك يتقطع له تغذية. يتوقف دفعة واحدة. يتوقف تدرجيا. صحة ولا لا لا. هذه نتعرفها. لكن المحرك نقطع له تغذية. مجرد نقطع التغذية. ما هي هذه نقطعة لهم تغذية. النوابذ ارزع وش يدير ويجب دون الملك. يضغط على الدور. يتوقف دفعة واحدة. معنات المحرك ما ينقش تدرجيا. يكبح دفعة واحدة في غياب التغذية. إذا ما هو وظيفة المكبح. وظيفته كبح المحرك أثناء غياب التغذية. هذا بنسبة له سؤال تسعتاش بكاله الفين وتسعتاش موضوع له. صحيح جمع. ركزوا معي مليح. سوف نقوم بسكو خلاصة 40 دقيقة. سوف ندير الحصة مطلحها. سوف نتوقف معي. ومن بعدها سوف نتوقف ناك تي بي. ذاكو واحدة ثلاثة دقائق ولا أربعة دقائق حتى ننصف قرد الفيديو. تفاهمينا. أصبروني شوية. هيا ذاكو ننولي.